يا جماعة الحد في الإسلام معناته المنع يمنع من الوقوع في الكبائر والحدود يقيمها الإمام الحاكم أول وحدة القذف أنه أنت تتهم شخص بالزينا وما عندك ثلاث شهود معك يقام عليك حذ القذف اثمانين جلدي وتسقط شهادتك بين الناس ويحكم عليك أنك من الفاسقين أما السرقها قطع اليد لقول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال النبي في صحيح البخاري لعن الله السارق يسرق البيضة فاقطعوا يده ويسرق الحبل فاقطعوا يده ويلي يرتد عن دينه يكفر بالإسلام يتركه نهائيا يقام عليه الحد وهو القتل لقول النبي في البخاري من بدل دينه فاقتلوه وحد الزينا إذا كان متزوج الرجم حتى الموت إذا كان أعزب ميت جلدي وتغريبه عن مكانه سنة أما قتل العمد القتل وحد شرب الخمر النبي ما حد حدا معين لشرب الخمر تعددت أقوال العلماء أحيانا ضرب بالجريد والنعال أحيانا جلد أربعين وكان عمر يجلد الثمانين أما حد الحراب قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا والله أعلم سلام عليكم